السيارة هنا ثلاثة أشخاص تسافر يومياً سبعين كيلو وإياماً اختباراتنا الجعب ويدركنا صلاة الظهر قبل الوصول إلى البلد هل يجوز لنا القصر أو لا؟ إذا كنتم مسافرين تبقوا في المكان ينخذيه سبوعاً ثم تأتون في آخر الأسبوع يومياً سبعين كيلو إذا كنتم تسافرون يومياً سبعين كيلو فإنكم غير مسافرين لأن المسافر هو الذي يحمل الزال ويتأهم للسفر ومثل هذه المدة القصيرة في مسافة قصيرة أيضاً لا تبلغ المسافة التي تحددها أكثر العلماء فإنكم لستم مسافرين بل عليكم أن تتم الصلاة ولا تجمل